اشتركوا في القناة في هذا الدرس الثاني وفي الحلقة الثانية في من هذا الكتاب المبارك المسمى بسلم التوفيق العلامة عبد الله بن حسين بن طاهر الحضرمي التريمي يتكلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه في باب أصول الدين فقال رحمه الله فصل في أهم ما يجب على كل مكلف يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام يجب أن يلزم وهذا وجوب عيني يجب على كافة أي على جميع لأن لفظ كافة بمعنى جميع وقال يجب على كل المكلفين المكلفين جمع مكلف والمكلف هو المخاطب بشرع الله تبارك وتعالى والمخاطب بأمر الله تبارك وتعالى هو المخاطب بنهي الله تبارك وتعالى هو ذلك البالغ العاقل هو الذي يسمى بالمكلف والذي قد بلغته الدعوة هذا هو المكلف ويعرف بلوغ الإنسان إما بأن يصل إلى خمسة عشر سنة وإما بالاحتلام هذا في الذكر والأنثى وإما أن تحيظ المرأة لتسع سنين هذا هو الذي يعرف به كون الإنسان بالغا إذن المكلف هو الذي خاطبه الله تبارك وتعالى بشرعه من أمر ونهي وكان بالغا عاقلا أي ليس مجنونا قال ويجب على كافة المكلفين الدخول في الإسلام الدخول في الإسلام في دين الإسلام وهو الدين الحق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال والثبوت فيه على الدوام كذلك المطلوب بعد أن يدخل الإنسان المسلم هذا الدين أن يثبت عليه وأن يستمر عليه وأن لا يخرج عنه وأن لا يرتد بقول أو فعل أو اعتقاد أو شيء من ذلك الثبوت معنى البقاء عليه والاستمرار والثبوت فيه على الدوام أي دائما حتى يلقى الله تبارك وتعالى والتزام ما لزم عليه من الأحكام كذلك يجب عليه أن يلتزم أن يسلم وأن ينقاد لشرع الله تبارك وتعالى والتزام ما لزم عليه من الأحكام الأحكام الشرعية التي هي معروفة بالوجوب والواجب والمسنون والمباح والمكروه والحرام إذن الواجب والمسنون والحرام والمكروه والمباح أحكام الله تبارك وتعالى الخمسة فهو يفعل الواجب لزوما ويجتنب الحرام وجوبا خوفا من العقاب إذن يقتضي الإسلام بعد أن يدخل الإنسان في دين الإسلام أن يثبت على هذا الدين وأن يستمر عليه وأن لا يرتد عنه وكذلك أن يلتزم ما لزمه في هذا الشرع من أحكام الله تبارك وتعالى التي جعلها الله تبارك وتعالى شرعا له على لسان أنبيائه وفي كتبه التي أنزلها على رسله وآخر الكتب إنزالا هو كتاب الله تبارك وتعالى المسمى بالقرآن قال فصل في معنى الشهادة قال فمما يجب عليه علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا وإلا ففي الصلاة الشهادة قالوا فمما يجب فمما يجب أي على هذا المكلف الذي كان سبق بيامه وذكره علمه أي اليقين الجازم به لأن العلم بمعنى اليقين الجازم في القلب اليقين القلبي الجازم فمما يجب علمه واعتقاده أيضا أن يعتقده في قلبه وأن يتيقنه مطلقا أي في كل وقته في وقت الصلاة أو في غيها والنطق به لأنه القلب لا يكفي لأعتقاد قلبي لا يكفي لا بد من النطق والنطق به أي التكلم به ممن قدر على النطق ممن ليس هناك مانع يمنعه والنطق به سواء باللغة العربية وإلا فبمعنى هذا اللفظ من لغة أخرى والنطق به في الحال أي فورا أن لا يتأخر يجب على كل مكلف ليس مؤمنا بالله تبارك وتعالى أن يؤمن بالله عز وجل فورا يعني إن كان كافرا فيجب عليه فورا أن يدخل الإسلام وأن يعتقد ذلك وأن يعلمه بقلبه وأن يتيقنه وأن ينطق بلسانه تلك الشهادتين قال إن كان كافرا وإلا ففي الصلاة يعني إن كان مسلما يجب عليه في الصلاة أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أي في التشهد وإلا في الصلاة الشهادتان أي شهادة وهما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أي أعتقد أوكب أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم ثم بيّن رحمه الله معنى الشهادة الأولى التي هي أشهد أن لا إله إلا الله وسيبين أيضا معنى الشهادة الثانية التي هي أشهد أن محمد رسول الله فقال ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أن تعلم وسبق معنى أن العلم هو اليقين القلبي الجازم الذي ليس فيه شك وليس فيه تردد إذن أن تعلم وتعتقد أي في قلبك يكون عازم العقد عزمت وعقدت في قلبك على هذا وتيقنته بلا شك ولا تردد وتعتقد وتؤمن وتصدق أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله أي لا أحد استحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى وأن كل معبود سوى الله تبارك وتعالى فليس معبودا بحق إنما هو معبود معبود بالنسبة لمن أضاف نفسه إلى ذلك المعبود أما الله تبارك وتعالى فهو المعبود بحق في كل الوجود ومعنى كونه معبودا أي كونه إلها خالقا يستغني عن من سواه ولا يستغني عنه كل ما عدا فكل ما عدا الله تبارك وتعالى مفتقن إليه وإنما استحق العبودية لأنه الخالق وحده فلا أحد يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق فالله تبارك وتعالى هو الخالق والله تبارك وتعالى هو المستغني عن كل ما سواه ولا يستغني عنه كل ما عدا فلهذا استحق أن يكون معبودا بحق وغيره لا يكون إلا معبودا بباطن قال الواحد أي الذي لا ثاني له ولا شريك له ولا نطير له ولا شبيه له الواحد الأحد الأحد أي الذي يستحيل عقلا الذي يستحيل عقلا انكسامه فهو لا يقبل لانكسام تبارك وتعالى لأن ما قبل ما أمكن أو فرض العقل انكسامه فإنه جسم والله تبارك وتعالى ليس كذلك فهو منزه عن الجسمية قال الواحد الأحد الأول أي الذي لا ابتداء له ولا افتتاح لوجوده الأول القديم القديم أيضا الذي لا ابتداء لوجوده ولا افتتاح هذا بمعنى القديم وأما القديم بمعنى تطاول العهد وتقدمه فهذا لا يليق في حق الله تبارك وتعالى لأن الله لا ابتداء ولا افتتاح لوجوده فمعنى القديم هنا بمعنى الأول الذي لا ابتداء ولا افتتاح لوجوده تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى هو قبل الزمان وقبل المكان فهو خالق الزمان وهو خالق المكان تبارك وتعالى القديم الحي أي الحي هو الموصوف بصفة لا ابتداء ولا انتهاء لا ابتداء ولا انتهاء لها وهي الحياة والحياة تقتضي العلم لأن من ليس بحي لا يعلم وتقتضي القدرة وتقتضي الإرادة والعلم أيضا لا يكون علم إلا بحياة ولا تكون قدرة إلا بحياة ولا تكون إرادة إلا بحياة لكن الحياة في حق الله تبارك وتعالى حياة تليق بجلاله ليست كحياة الحيوانات التي لها روح ولا كحياة النباتات التي فيها حياة وإن كانت بلا روح التي تعتمد على النمو والتكافر فالله تبارك وتعالى منزه عن هذه الحياة فحياته حياة تليق به تبارك وتعالى قال الحي القيوم المراد بالقيوم هو الدائم بذاته الدائم بذاته فلا يلحقه عدم ولا يجوز عليه تبارك وتعالى فناء هذا هو القيوم فالله تبارك وتعالى دائم بذاته تبارك وتعالى فحياة غير الله تبارك وتعالى مستمدة من الله تبارك وتعالى فلو لم يكتب الله له الحياة ما كان حيا لكن الله تبارك وتعالى دائم بذاته تبارك وتعالى لأنه يستغني عن المحل وهو يستغني أيضا عن المكان فلا يتحيز لأن هذا من صفات الأجسام والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك وهو منزه من أن يبرزه أحد إلى الوجود لأن هذا من صفة المخلوقين فصفة المخلوق لابد له من أحد يبرزه إلى الوجود فالله تبارك وتعالى دائم بذاته تبارك وتعالى وهناك تفسير آخر أيضا للقيوم وهو بمعنى المستغني عما سواه فلولا وجود الله تبارك وتعالى ما وجد غيره فوجود غيره مستمد من الله تبارك وتعالى قال الحي القيوم الباقي أي لا يفنى الدائم أي لا يلحقه فناء ولا عدم هذا تأكيد لما قبله الخالق الذي انفرد بالخالكية تبارك وتعالى فكل شيء في الوجود إلا وقد أوجده الله تبارك وتعالى وخلقه الرازق فالله تبارك وتعالى هو الرازق وهو المعقي وهو الماهي فورب السماي والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون فهذا الرزق هو حق من الله تبارك وتعالى يرزق من شاء من عباده كما شاء وبإرادته وبمشيئته تبارك وتعالى ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق وذو القوة المتيل الرزاق الرازق العالم يعلم كل شيء يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو معكم أينما كنتم قال العالم القدير صاحب القدرة المطلقة الفعال لما يريد أي لا ينازعه أحد في ملكه فهو القهار وهو المريد يفعل ما شاء لا معقب لحكمه تبارك وتعالى ما شاء الله كان أي ما شاء الله وقع وحصد وما لم يشاء لم يكن أي ما لم يشاءه الله تبارك وتعالى لم يحصل ولم يقع ولا حول أي لا تحول عن المعصية ولا قوة ولا قوة على الطاعة إلا بالله أي الاستعانة بالله العلي علو مكانة وشرف العظيم موصوف بكل كمال بكل كمال مطلق الله تبارك وتعالى موصوف بكل كمال مطلق منزه عن كل نقص منزه عن كل نقص منزه عن كل نقص ليس كمذله شيء وهو السميع البصير ليس كمذله شيء وهو السميع البصير فهو القديم وما سواه حادث منزه وما سواه بكل كمال مطلق